هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من مليون ومائتين وستة ألاف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وواحدة وثمانين ألف شخص وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثمانمائة وستة وسبعين ألف شخص